موسيقى الجزائر تدين بشدة التفجير الإرهابي الجبانة بتونس أحياء اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة والمطالبة بتفعيل قوانين التي تحمي النساء من مختلف الاعتداءات دولياً الأمم المتحدة تضعف الجهود من أجل تحقيق تسوية لنزاع طبقاً للوائح مجلس الأمن الدولي في قضية الصحراء الغربية وفي الرياضة ربطة أبطال أوروبا العمليقة يستعرضون عضلاتهم بنتائج عارضة موسيقى أهلاً بكم إلى التفاصيل بداية أدانة الجزائر بشدة التفجير الإرهابي الجبانة الذي استهدف أمس حافلة تابعة للأمن الرئاسي بالعاصمة التونسية والذي أصفر عن مقتل 12 شخصاً في حصلة أولية وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية إن الجزائر التي عانت من ويلات الأرهاب مقتنعة تماماً بأن أساليب الترهيب مهما بلغت دمويتها لن تنال من عزمة الشعب التونسي الشقيق للموضي قدماً في بناء مؤسساته الديمقراطية ورفع كل التحديات وفي مقدمتها التحدي الذي يفرضه الإرهاب الغريب عن قيمنا وتاريخنا ومقدستنا وإثر التفجير الإرهابي أعلن رئيس الجمهورية التونسي الباجي جايد سبسي مساء أمس عن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً عبر كامل تراب الجمهورية وكذا تطبيق حظر التجول في منطقة تونس الكبرى أرجعت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سبب الحريق الذي شب بأحد مراكز الاستقبال بولاية ورقل والذي تسبب في وفاة ثمانية عشر شخصاً وإصابة العشرات بجروح إلى عدم التزام الرعاية الأفريق بشروط الإقامة مؤكدة أن الحادث مرده تفضيل هؤلاء طهية بعض الأطعمة التي يخضرونها في بلدانهم رغم أن المشرفين على تسير المركز يوفرون لهم كل الوجبات الغذائية وعبرت سعيد بن حبيلس عن صدمتها وأسفها من الحادث المأسوي الذي وقع منوهة أن السلطات الجزائرية عملت كل ما في وسعها من أجل التكفل الجيد بهؤلاء وذكرت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري بقرار رئيس الجمهورية الرافض للترحيل القصري للاجئين العرب والأفارقة من الجزائر لا يمر يوم دون أن نسمع عن حالات عنف تكون فيها المرأة ضحية الأولى لرجال اختلفت تصنيفهم بين أب وزوج أو أخ واشتركوا في ممارسة العنف ضد المرأة تحت ذرائع مختلفة فالجزائر تحيي اليوم وعلى غرار دول العالم اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة التقرير لسارة ميشونتال تعددت حالات العنف الذي تتعرض له المرأة سواء في الجزائر أو في العالم أجمع من عنف جسدي أو لفظية هذا العنف الذي أوجده الرجل بحجة تأديب المرأة وجد له مؤيدين داخل المجتمع الذي يواصل صمته حيال هذه القضية الشائكة وتعد ظهيرة العنف ضد المرأة من أخطر الآفات الاجتماعية التي تشتاح مجتمعات العالم ولسيما مجتمعاتنا العربية وصار العنف ضد المرأة ظهرة اجتماعية تعكس الجانب الانحرافي المهدد للبنية الاجتماعية للأسري والمجتمع خصوصا أن الأضرار الجسيمة التي تلحق هذه الظاهرة سواء على المستوى النفسي أو الجسدي أو الاجتماعي تهدد أمن المجتمع وتمأننة أفرادها وأمام تفاقم هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة واستعمالها وتنامي آتارها المدمرة على المستويين الفردي والاجتماعي يحاول المهتمون بالشأن العام على اختلاف تخصصاتهم تقديم الحلول والاختراحات المناسبة كخطوة أساسية وجدية عن طريق القضاء على العنف وإن كان بشكل نسبي ومن ضمن الحلول والصياغ المقترحة وضع قانون شامل ومتكامل يحمي المرأة من العنف والعدوان ويصون حقوقها ويوفر لها معيشة كلمة لائقة وإن أهم تحديات التي تواجه المرأة من العنف وتهددها هو الفرق بين ما يقال وما يمارس فهناك كلام كثير يقال عن المرأة لكن ما يمارس يختلف ويناقض ما يقال فمن المهم أن يتطبق القول والممارسة في معاملة المرأة إلى قطاع التربية إلى قطاع التربية الآن وصلت المفاوضات بين الوزارة ونقابات التربية الوطنية إلى طريق مسدود بسبب مشروع مثاق أخلاقيات المهنة نظرا لتضرب الآراء على طريقة العمل وهو ما يؤكد بأن المثاق لن يرى النور في القريب العاجل خاصة في الوقت الذي تعيش بعض النقابات المستقلة سراعات خفية بين قياداتها ومجالسها الوطنية حول الإمضاء على الوثيقة من عدمها ورق في الموضوع لخالد عبيد غابت وزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبريط عن لقاء الفرصة الأخير الذي انعقد بثانوية الرياضيات بالقبة لمناقشة مشروع مثاق أخلاقيات المهنة أين كلفت مستشاريها بمهمة إنجاح الاجتماع غير أن المفاوضات بينها وبين الشركاء الاجتماعيين قد وصلت إلى طريق مسدود أين ظهرت ثلاثة أطراف متضاربة الآراء فالوزارة من خلال ممثليها أردت فرض طرحهم وهو البدء بمناقشة الوثيقة الأصلية المطروحة للنقاش فيما تحفظت نقابات أخرى على بعض بنود الميثاق وطلبت مناقشة تعديلاتها في حين جلبت نقابات وثيقة جديدة للميثاق وأرادت فرضها أين قامت بإسقاط الوثيقة الأصلية وهو ما يؤكد بأن الميثاق لن يرى النور في القريب العجل ولن تتم المسادقة عليه يوم السبت المقبل كما خططت له الوزارة مسبقا هذا الميثاق الذي اعتبره الكثيرون خطرا كبيرا على الوحدة داخل النقابات المستقلة في قضية اتخاذ القرار خاصة في الوقت الذي ظهرت صراعات خفية بين مجالسها الوطنية وقياداتها بخصوص التوقيع على الميثاق من عدمه ومن جهة النقابات الوطنية لعمال التربية أكدت بأنها كانت تتمنى أن تتعامل الوزارة والوصية مع مشروع الميثاق كما تعاملت في السابق مع إصلاحيات المنظومة التربوية وذلك عن طريق إنزال الوثيقة للميدان بعد اجتماعات ولائية ثم جهوية في الاقتصاد الوطني سيدخل مصنع الإسمنت لبسكرا المؤسس بالتعاون المشترك سنة 2014 بين مجامع لافارج الجزائر والمؤسسة الجسائرية الخاصة سوكر حيز الانتاج في عام 2016 وأبرز مدير الشؤون العامة والاتصال بلافارج الجزائر سارج دوبو أن هذا المصنع للإسمنت سينتج 2.7 مليون طن سنويا ليرتفع الانتاج الإجمالي للمجمع إلى أكثر من 11 مليون طن سنويا سارة مشانتل بالتعاون المشترك في سنة 2014 بين مجمع لافارج الجزائر والمؤسسة الجزائرية الخاصة سوكرية سيدخل حيز الانتاج مصنع الإسمنت لبسكرا ذلك خلال سنة 2016 وأبرز مدير الشؤون العامة والاتصال بمصنع لفارج الجزائر سارج دوبو خلال تقديم داتين للمجمع بمصنع قاس بمدينة معسكر أن هذا المصنع للإسمنت سينتج 2.7 مليون طن سنويا ليرتفع بالتالي الانتاج الإجمالي للمجمع إلى أكثر من 11 مليون طن سنويا ويقدر الإنتاج الإجمالي الحالي لمجمع لفارج الجزائر المتكوني من مصنعين الإسمنت بالمسيلة وعقاز بمعسكر بـ 8.7 مليون طن سنويا ويملك المجمع أيضا بشراكة مع المجمع الصناعي للإسمنت الجزائر العمومية بقدرة إنتاجية تقدر بـ 1 مليون طن سنويا وتقدر تكلفة الاستثمار لمشروع مصنع بسكرا بـ 30 مليار دينار جزائري فيما تمتلك مؤسسة سواكري نسبة 51% والمجمع الفرنسي 49% بمجاب قاعدة الاستثمار بين الشركات الجزائرية والأجنبية ويعتزم المجمع خلال سنة 2016 زيادة إنتاج للإسمنت الجبسية والإسمنت الجاهز للاستعمال وسلسلة المساحات التجارية باتيستوغ ويعد مخطط الاستثمار بقرابة 300 مليون يورو مستثمرة في الجزائر إلى أخبارنا الدولية الآن تكثف الأمم المتحدة جهودها الرامية إلى إيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية وفقا للوائح مجلس الأمن الدولي ذات السلة وهو ما تسعى إليه جولة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس في انتظار زيارة مماثلة مرتقبة للأمين العام للمنظمة الدولية بانكيمون في الأشهر المقبلة ورق في الموضوع لخالد عبيد تهدف جولة كريستوفر روس الحالية إلى منطقة الصحراء الغربية إلى إعادة بعث مصاري تسوية قضية الصحراوية وفقا للوائح مجلس الأمن الدولي ذات السلة في ظل حالة الجمود التامة التي تشهدها المفاوضات بين طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليزاريو وأمام حالة الجمود التي تميز القضية الصحراوية دعا الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز مؤخرا في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة تحريك المنظمة الدولية وتحمل مسؤولياته بأن هذا النزاع الذي طال أمده عبر الضغط على المغرب البلد المحتل من أجل إلزامه بالتفاوض على مصاري تقرير مصير الشعب الصحراوي بما يتماشى مع التوصيات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ولوائح الجمعية العامة للهيئة الدولية ذات السلة بالقضية ومعلوم أن آخر جولة من المفاوضات بين الطرفين المغربي والصحراوي تمت في شهر مارس 2012 بمدينة مينهاست الأمريكية بينما بقيت كل لوائح وتوصية مجلس الأمن الدولي ذات السلة بالقضية تراوح مكانها بسبب مناورات المغرب ورفضه الامتثال للوائح الأممية وسعيه إلى إبقاء الأمم المتحدة بعيدة عن النزاع وتبعث جولة كريستوفر الروس إلى المنطقة برقية أمل وتفاؤل بإمكانية دفع المفاوضات من جديد وصولا إلى حل يمكن الشعب الصحراوي التواقل الحرية والاستقلال الذين طال انتظارهما من تقرير مصر وتأتي الجولة الأممية لبعث المفاوضات مجددا مع المغرب وجبهة البوليزاريو في الوقت الذي تحظى فيه القضية الصحراوية بالمزيد من الدعم ونصرة من قبل المجموعة الدولية المزيد من الأخبار الدولية في التقرير التالية نبدأ أخبارنا الدولية لنهر اليوم بالشأن الروسي وقبيل لقائه بملك الأردن أكد رئيس روسي بوتين أن الطائرة التي أسقطتها تركيا كانت على بعد أربع كيلومترات عن الحدود التركية كما أكد أن أثار الحادثة ستكون جدية على علاقة البلدين تركيا طلبت من الناتو إجراء اجتماع عاجل حول إسقاط الطائرة ورئيس الوزراء التركي قال لم يكن لبلدنا يوما مخططات ضد بلد آخر لكن على الجميع أن يعلم أن لتركيا حق الرد إذا ما تم انتهاك مجالها الجوية رغم التحذيرات المتكررة إلى فرنسا احتجز مسلحان رهائن في بلدة روبيا الواقع شمال فرنسا قرب الحدود البلجيكية فيما أشارت مصادر الطبية إلى وجود إصابات بين الرهائن إثر تعرضهم لطلقات نارية وقد أوضحت مصادر في الشرطة أن المسلحين ليس لهم فيما يبدو صلة بهجمة باريس الأخيرة مرجحين فرضية عملية السطو المسلحة وقد أرسلت إلى المكان وحدة من الشرطة وبعد أقل من ساعتين قامت بتحرير جميع الرهائن وقامت باعتقال المسلحين وفي أمريكا شيكاغو ثالث أكبر المدن الأمريكية شهدت مظاهرات حاشدة بعد نشر شريط فيديو لحديثة مقتل مراهق أسود على يد شرطية الشريط الذي امتنع القضاء الأمريكي عن نشره في بادي الأمر أثار سخطا كبيرا لدى الجالية السوداء في الولايات المتحدة الأمريكية التي عرفت في الأشهر القليلة الماضية عدة حوادث مماثلة والمتظاهرون عبروا عن استيائهم من التغطية التي استفاد منها الشرطي القاتل من طرف السلطات لكن أحد القضاء أمر بالكشف عن الشريط المصور ما أدى بالنيابة العامة إلى وضع الشرطية رهن الحبس الاحتياطية وفي أخبار البرسة العالمية الصراع في الشرق الأوسط يلقي بذلاله على الأسواق العالمية التي أقفلت على تراجع واضح الأصول التركية راجعت ورفقها هبوط في الأسهم بأكثر من 4% على خلفية إسقاط أنقارة لمقاتلة الروسية الصنعة قرب الحدود السورية بما يؤجج مخاوف المستثمرين للقلقين بالفعل من الغموض الذي يكتلف المشهد السياسي منذ أشهر ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة من دون تغيير الشهر التاسي على التوالي ترقبا لتشديد المتوقع للسياسة النقدية من مجلس الاحتياط الاتحاد الأمريكي كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسافة بمناسبة ذكر الاتفاقية الدولية لحقوق التفل أن نحو 250 مليون طفل عبر العالم يعيشون في دول تمزقها النزاعات وأكثر من 200 ألف واجهوا خطر الموت في سنة 2015 ليجدوا لهم ملجأ في أوروبا ولكنهم وللأسف يمثلون قرابة نصف الفقراء في العالم التقرير لمحمد خلاف نشرت منظمة اليونساف تقريرا حامل عنوان من أجل كل الأطفال تكافؤ الفرص الذي أكد من خلاله المدير العام للمنظمة أنه بالنسبة للأطفال الفقراء والأكثر هشاشة العالم غير منصف إطلاقا رغم التقدم المعتبر الذي تم إحرازه منذ المسادقة على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل في 1989 وأدف السيد لايك أن العالم تمكن من خفض نسبة الأمية وأضف السيد لايك أن العالم تمكن من خفض نسبة الوفيات لدى الأطفال وإرسال أكثر من 90% منهم إلى المدرسة الابتدائية ورفع نسبة استفادة السكان من الماء شروب إلى 2.6 مليار لكنه تأسف لكون الأطفال يمثلون قرابة نصف الفقراء في العالم ويضيف التقرير أن أطفال العائلات الأكثر فقرا معرضين نحو مرتين أكثر من أطفال العائلات الغنية إلى الموت قبل سن الخمس سنوات وخمس مرات إلى عدم الاستفادة من التمدرس وأشارت اليونساب إلى عدم استفادة أكثر من 660 مليون شخص من الماء الشروب يعيش نحو النصف منهم في دول إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء وحسب ذات المصدر يعيش قرابة 159 مليون طفل الذين يعانون من تأخر في النمو بجنوب أسيا والثلث بإفريقيا وفي أجواء الرياضة أكد عمليقة أوروبا على قوتهم من خلال النتائج الكبيرة المحققة في الجولة الخامسة وما قبل الأخير من دوري أبطال أوروبا واستعرضوا عضلاتهم بنتائج ثقيلة حيث اكتسح البارسا ضيفه الإيطالي روما بسوداسية تاريخية وقصف البايرن ضيفه اليوناني بربعية نظفة قراءة في نتائج الجولة مع محمد خلف وصلت عجلة رابطة الأبطال الأوروبية دورانها التي تصل إلى جولتها الخامسة وقبل الأخيرة وقد حملت في طياتها تألقا لافتا للكبار وبنتائج عرضة أكبر نتيجة في مباريات أمس كان ملعب الكامبنو ببرشلونة مصرحا لها إذ وصل رفقاء الغائب إنيستا عزف سنفونيتهم فبعد السنفونية الرابعة أمام غريمه من مدريدي قاد البرغوت الأرجنتيني لونانميسي الكطلان لسنفونية لم تتوقف إلا في الهتف السادس أمام ذئاب روما وتداول على تشجيل الأهداف كل المنصوراز الذي وقع ثنائية وعاد له العائد ميسي بثنائية أجمل وكان للمدافع بيكي نصيبا بهدف بعد تمريرات ميسي أما الهدف الآخر فكان من نصيب البديل أدريانو ليقتطع البرس تأشيرة التأهل لدور الست عشر عن جدارة واستحقاق وسجل النادي البافاري ثلاثة أهداف في أولى عشرين دقيقة من مباراته أمام أولمبياكوس اليوناني فتقدم البرازيلي دوغلاس كوستا بهدف في الدقيقة الثامنة وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة السادس عشر ثم أحرزت توماس مولير الهدف الثالث في الدقيقة العشرين وليختتم المهاجم الفرنسي كومان مهرجان الأهداف في الدقيقة السبعين وهو الفوز الذي أحيى به الباييرن آمال أرسنال في التأهل كما حقق زينات سان بيترسبورغ الروسي فوزه الخامس على التوالي بعد تغلبه على ضيفه فالونسيا بهدفين لصفر وتقدم أوليج بهدف لزينيت في الدقيقة الرابع عشر ثم أضاف أرتيم الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والسبعين بهذا الخبر ننهي موعد للإخبار وهذا تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباءه الجزائر تدين بشدة التفجير الإرهابي الجبانة بتونس أحياء اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة والمطالبة بتفعيل قوانين التي تحمي النساء من مختلف الاعتداءات دوليا الأمم المتحدة تضعف الجهود من أجل تحقيق تسوية لنزاع طبقا للوائح مجلس الأمن الدولي في قضية الصحراء الغربية وفي الرياضة ربيطة أبطال أوروبا العمليقة يستعرضون عضلاتهم بنتائج عارضة شكرا لكرم المتابعة تقبلوا مني أنسي همسال تحياتي وتحياتي طاقم العمل أطيب المنا في أمان الله اشتركوا في القناة